وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 461 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 62 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 14.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 48 طن في مجال قضايا المخابز تم ضبط 608 قضايا من بينها 152 قضية خبز ناقص الوزن و166 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط ثلاث قضايا بمضبطات بلغت 18 طن أقماح محلية